تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية قبرص كونستاتينوس مومبوس حيث بحث الاتصال تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث أكد عبد العاطي خطورة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وأهمية العمل على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وثيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة كما أطلع نظيره القبرصية على الاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية على مدار الأيام الماضية وذلك للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية مؤكداً رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة